طبعا احنا نرحب كل الترخيب باسم اتحاد رجال العمال العراقيين انفتاح الحكومة على الجانب السعودي وتنشيط جانب الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية طبعا احنا نرى ان محافظة المثنى حكومة ورجال العمال وتجار مستعدة للتعاون وخاصة اذا انفتح منفذ جميمة اللي ربطنا مع الجانب السعودي وتنشيطه يعني مقاومات النجاح نشوفها مية بالمية ناجحة يعني من الجانب الامني والجانب الاجتماعي والاقتصادي حقيقة اليوم احنا نأسف لعدم اخذ او مرافقة وفد من الحكومة المحلية وممثلين رجال العمال او غرفة تجارة او المقاولين مع الوفد الحكومي خاصة ان محافظة المثنى تربطها حدود مع المملكة العربية السعودية اكبر شريط حدودي بالنسبة لمحافظات العراق المنفذ اذا انفتح سيعود بجوانب اقتصادية كبيرة يعني احنا مثلا كان سفان كان قضاء بسيط وناسه يشتغلون باقي المحافظات بعدين من انفتح مع الكويت صار الحركة التجارية والاقتصادية يغذي العراق كله فاحنا خاصة منفذ جميمة يختلف عن منفذ عرعر بمن يقع في منتصف السعودية تعرف السعودية مسافاتها كبيرة يعني يقع في صرة السعودية يعني يكون بالنسبة للخسابات الاقتصادية هو الاكثر والاقرب والاكثر جدوى اقتصادية طبعا احنا باسم انتحاد الجاري العمال نطالب باسرع وقت فتخ المنفذ جميمة مع الجانب السعودي خاصة ان الجانب السعودي اليوم هو مقبل على علاقات قوية مع العراق اشتركوا في القناة